اشتركوا في القناة في موفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة وأشهد جلالته رعاه الله في هذه المناسبة الوطنية بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء مستمر على كافة الأصعدة والمستويات مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترصيخ هذه العلاقات الطيبة بين البلدين قائبها إلى أفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين كما بعث صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله برقيتين تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة أعرب فيها أجلالته عن خالص تهانيه وتمنياته لسموهما بهذه المناسبة الوطنية